اشتركوا في القناة لانه في وقت الانفعال منتهى الخطورة ومنتهى الخطأ في الوقت نفسه انك انت تقرر انك انت تهاجم او تاخد قرار بيبقى دايما مش محسوب وعاقب الانفعالات وحالة الغضب دي بالتأكيد بتأثر على قراراتك في قناة النادي الاهلي وفي المكان ده وانا بكلم حضراتكم وبظهر كل يوم في السادسة بحط اعتبارات كتيرة جدا قدامي بحط اعتبار لإدارة النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي اللي بيشتغلوا بالسياسة وبيشتغلوا بمنهج وبصين لبعيد دايما من الصعب جدا على اي اقدارة محترفة انها تبقى بصة تحت رجلية وبالتالي بنحط في اعتبارنا دايما منهج وسياسة ومبادئ النادي الاهلي خطين قدام عينينا فرقنا الرياضية المختلفة وفي صدرتها الحقيقة فريق كورت القدم او فرق كورت القدم وفي صدرتهم برضو الفريق الاول لكورت القدم بما انه الفريق صاحب اكبر شعبية على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي بنحط في اعتبارنا جدا 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 فكرة النقد الموضوعي والبناء في اوقات كتير جدا بنشوف عيوب واضحة وصريحة وبنشاورش عليها دعما مننا لنجومنا ودعما مننا لاجهزتنا الفنية عشان نتجاوز الكبوة او السقطة او المشكلة اللي حصلت ونروح للهدف الابعد وهو تحقيق الالقاب والبطولات للنادي الاهلي وبالتأكيد مما لا شك فيه ان جمهور النادي الاهلي العظيم والعريض جدا اللي بيتابعنا بنحطه دايما في اعتباراتنا بنحط اراءكم وتحليلاتكم واجهات نظركم دايما قدام عينينا واحنا بنتكلم وبنترح اي موضوع يخص اسم النادي الاهلي وقبل دول كلهم الحقيقة اهم حاجة عندنا هي مصلحة الكيان هي مصلحة النادي الاهلي اللي بيبقى ليها اعتبارات كبيرة جدا بتزبق حاجات كتيرة جدا في مجال عملنا الاعلامي سواء فكرة الصبقة او ركوب التريند او الانتشار او خط حاجات كتيرة جدا لكن تبقى مصلحة النادي الاهلي عندنا هي المعيار الاول والاخير في اي كلام بيتقال على الاقل تقدير على لساني وانا بكلم حضراتكم هنا على شاشة النادي الاهلي ايه اللي حصل بعد خسارة لقب الكاس وليه حالة العنف وليه حالة الغضب شديدة شويتين هل الموضوع بسبب خسارة لقب لقب بطولة كاس مصر بالتأكيد لا وكان من الادعى وكان من الاوجه انه حالة الغضب والعنف دي تبقى موجودة مع خسارة لقب مثلا زي دوري الابطال مكانته حجمه اهميته بالنسبة لجباهير النادي الاهلي اكبر بكتير جدا مع كما الاحترام والتقدير طبعا لمسابقة كاس مصر هل القصة قصة انك انت خسرت مباراة امام الغريم التقليدي الزمالك يعني بالتأكيد لا برضو واعتقد انه الصراع بيننا وبين الزمالك كان وما زال وسيظل دائرا قدامهم دين طويل قوي عشان يسددوه ويكفي بس دين الضربة القضية والقضية ممكن على كل الاحوال الحقيقة الموضوع ابتدى قبل مباراة الزمالك بكتير جدا ويمكن حالة الغضب دي خليني احطها كده بين قصين هي القشة التي قسمت زهر البعيد بداية طبعا واحنا منتكلم على لعبة النادي الاهلي بس ما تنسوش عشان الهجوم شديد والموجة عالية قوي وللأسف للأسف شديد في كتير من الأصوات وكتير من المنافسين للنادي الاهلي بيحاولوا انه هم يحسنوا استغلال حالة التربص بلعبتنا وبنجومنا وبفرقتنا ويضعفوا من موجة الهجوم دي عشرات المرات بفكركم بس انه نفس اللعيبة دي انا مش هارجع بقى وقول لكم اللعيبة دي خدت اتنين بطولة افريقيا ووصلت كاس العالم ووصلت للنهائي تالت مرة على التوالي ووصلت كاس العالم وجابت اتنين برونزية ودي ما حاجة ما حقاهاش اي فريق في افريقيا مش اي فريق في مصر اي فريق في افريقيا قبل كده في نسختين على التوالي وجابوا اتنين سوبر وجابوا سوبر محلي وجابوا دوري يا مش هعد اعدد لكم لكن انا اقول لكم في نفس الموسم اللي بدأت فيه المعاناة اللي احنا عايشينها النهاردة والتي لا يسأل عنها سوارش والتي لا يسأل عنها سوارش في نفس الموسم ده الاهلي بدأ بنفس السكواد ده وبنفس اللاعبين دول وكان مكسر الدنيا وارجع لبداية الموسم مين كان بيقف في وش النادي الاهلي مين قدر يصمد امام النادي الاهلي نفس السكواد نفس اللاعب أفتكر كده بداية الموسم العلامة الكاملة في أول ست مباريات وأمام المنافسين الرئيسيين ليك في البطولة الزمالك شال خمسة سموحة شال أربعة بيرمت شال ثلاثة وغيره وإسماعيل شال أربعة والمقصة شالت أربعة وذكر وأداء ونتائج وقول زي ما أنت عايز سقول هما نفس اللعيب لشان بس الناس اللي بتحاول تستغل الكبوة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي وهي كبوة صعبة وعنيفة ندفع تمنها وهندفع تمنها لغاية نهاية الموسم هما هما نفس اللعيبة ما فيش حاجة تغيير يمكن عنينا شوية من نقص وشوية من إجهاد وبمناسبة النقص والإجهاد وإحنا بنتكلم على اللعيبة وأنا أخدش عايز أتكلم على المطش ده ولا المطش اللي قبليه ولا اللي قبليه أنا بتهالي أنه كيرف نازل أو يعني في حالة عدم استقرار خلييني أقول من قبل موسمان يمشي باربع خمس مطشات ومن قبل مطش الوداد في نهاية دوري أبطال أفريقيا باربع خمس مطشات من هنا بدأت المشكلة ومع كامل احترام والتقدير وكل الحب المسر المسلماني واحد من أنجح المديرين الفنين اللي تولوا مسؤولية نادي الأهلي ودي ما فاش وجهات نظر وفاش أراء ولا أهواء شخصية الراجل ده اسم محطوط في تاريخ نادي الأهلي بحروف من نور شاء من شاء وأبى من أبى دي هنا أرقام ما فاش أراء ولا وجهات نظر شخصية واحد من أفضل المديرين الفنين تولوا المسؤولية لكن اللي احنا بندفعه دلوقتي واللي بيدفعه فطورته سوارش دلوقتي جزء كبير جدا من مسؤوليته ويتحمله مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاونة ودي وجهة نظر شخصية دي وجهة نظر شخصية تختلف معها تتفق معها ده شيء يرجع لك أنا بقول وهدف في النهاية مصلحة النادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي بتقول أنه في مشاكل كتيرة جدا في فرقة كرة القدر في حالة معاناة وفي حالة إجهاد وفي حالة عدم تركيز لو بسيت على مطشن ويمكن عدم التركيز مشكلة كبيرة بعيدا عن الإجهاد أنا مدرك تماما ومقدر تماما لمشاعر وإحسيس كل اللي عابتنا اللي بالتأكيد بعيشوا واحدة من أسوأ وأصعب فتراتهم داخل جدران النادي الأهلي في الفترة الحالية لكن عدم التركيز شيء والإجهاد شيء تاني يعني بمعنى أنه لما عدم التركيز والأخطاء السزجة سزجة أخطاء في منتهى السزاجة ما يعملهاش لعيبة كرة القدم في بداية مشوارهم تكلفك خسارة ثلاث نقاط مهمة في صراع الفوز على بطولة الدوري ارجع كده لآخر مطشن مطشات الأهلي بيراميدز والزمالك أربع أخطاء في منتهى السزاجة كلفونا أربع أهداف غالين جد صعبوا من فرصنا أو من مشوارنا في استعادة بطولة الدوري ولقب الدوري وأضعوا علينا لقب الكاس أربع أخطاء سزجة لا أقل وخد بالك أنه التوقيت مهم جدا لأنه التوقيت توقيت الأخطاء دي والنتيجة الخطأ ده بيكون إحراز هدف في مرماك في المباراتين بيشكلب بشكل كبير حال المباراة بيغير من سيناريو المباراة بيدي المنافس بتاعك حالة من الثقة حالة من الارتياح ويصدر لك أنت حالة من التوتر بنترجمها غالبا لحالة من السربعة وما بنتضرش نغير من النتيجة ففيه فرق كبير جدا بين حالة الإجهاد اللي احنا مقدرينها وحالة عدم التركيز اللي أثرت علينا في مطشين في منتهى الأهمية